بكل صلف وعنجهية استهل رئيس الوزراء الصهيوني بن يمين نتنياهو خطابه الانتخابي الذي كان يلقيه في قاعة بمستوطنة أزدود شمالي قطاع غزة ليعلن أن الضرف أصبح مواتيا ولن يتكرر لفرض ما أسماها بالسيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية التي تحتل ثلث مساحة الضفة وكذلك على غور الأرض وشمال البحر الميت وعلى مناطق أخرى عند تشكيل الحكومة الصهيونية المقبلة وبعد أقل من ثلاث ساعات جاء الرد الفلسطيني سريعا خمسة صواريخ أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة باتجاه أزدود وعسقلان المحاذيتين للقطاع لتسود حالة من الرعب والفوضى في القاعة التي كان نتنياهو يلقي خطابه فيها الأمر الذي أجبره على قطع الخطاب والاختباء في ملجأ بمجرد سماع ذوي انفجارات الصواريخ والذي تزامن مع إطلاق صافرات الإنذار رد الفعل الصهيوني كان كالمعتاد توعد وتهديد بتصفية قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة إضافة إلى قصف مواقع تابعة للمقاومة وتحميل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث إن أن هذه الواقعة وباعتراف مسؤولين صهاينا لن تمر مرور الكرام فصورة نتنياهو الغارق في ملفات الفساد وهو يغادر قاعة الاجتماع الانتخابي ذليلا خائفا والتي رأها العالم أجمع وعقب فترة قصيرة من إطلاق تعهداته الانتخابية بضم المزيد من الأراضي الكيان الصهيوني حتما ستجلب له الضرر الكبير قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في السابع عشر من الشهر الحالي كما أنها تعكس مدى هشاشة الوعود التي يطلقها نتنياهو كيف ما شاء ومتى ما شاء وبرعاية أمريكية مطلقة في مقابل صمت عربي وإسلامي مطبق والتي دائما ما تصطدم برد المقاومة الفلسطينية الحاسم